سلسلة رمضان أحكام وعبر للشيخ عبد الرحمن كريشا أبو السعد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا زال الحديث معنا في بعض المسائل التي يظنها كثير من الناس أنها من المفطرات وهي ليست كذلك لأن الذي جرى عليه اعتقاد الناس عموما التحرج في مثل هذه الأمور في تناولها أو مواقعتها وظن منهم أن هذه المسائل يكون بها انتهاك لحرمة الصوم والذي جرى عليه اعتقاد كثير من الناس أنهم يعظمون حرمة الصوم أكثر من غيره من الأعمال والعبادات من هذه الأمور التي يتحرج منها الناس أو كثير من الناس مسألة الحجامة والحجامة التي هي استخراج الدم الفاسد وليس الدم الحي الحجامة نوع من أنواع الطب التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحجامة على أرجح الأقوال وأصحها أنها لا تفتر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وإذ قد ثبت احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الصوم دل على جواز هذا الفعل وأنه ليس من المفطرات وإن كان بعض أهل العلم قد اشتارت شرطا وهو أن لا يضعف الصائم وفي الحقيقة أن مسألة الحجامة لا علاقة لها بالإضعاف لأنها استخراج لدم فاسد نعم قد يقال هذا القول بالنسبة لمن يستخرج الدم الحي الصالح النقي وهي مسألة الفسط كالتبرع بالدم مما هو مشهور عندنا في أيامنا هذا كذلك لا حرج فيه لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إضعاف الصائم لأنه من المعلوم من استقراء نصوص الشرع أن أي شيء يضعف الصائم ويجلب له المشقة يكون من المفطرات بل نجد أن بعض الأحوال كما في حال الحامل والمرضع وهذا سيأتينا إن شاء الله وبالنسبة للمسافر إذا كان يشق على مثل هؤلاء الصوم يجب عليهم الفطر لأن الشريعة جاءت برفع الحرج وجاءت باليسر وجاءت بالتخفيف عن الناس ورحمة الناس والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم مما يتحرج منه بعض الناس في أيام صومهم من رمضان أو غيرهم استعمال المنظار المنظار الطبي الذي هو أداة من أدوات الكشف سواء كان هذا المنظار عن طريق الحلق أو عن طريق الأنف أو غيرهما هذه آلة تستعمل من أجل الكشف عن الأجهزة الباطنة للجسم ولا علاقة لها بالطعام والشراب وغيرهما فلهذا لا حرج من استعمال المنظار في أيام رمضان من المسائل كذلك التي لا حرج في استعمالها أو تناولها في أيام رمضان مسألة المراهم المراهم الطبية التي تستعمل للتدليق أو تستعمل للتطبيب تستعمل للتزيين والتجميل في البشرة أو على الركب أو على أي عضو من أعضاء الجسم هذه كذلك والحمد لله لا حرج فيها من استعمالها ومن المسائل التي يكثر السؤال عنها مسألة القطرات التي تستعمل سواء في العين أو في الأذن أو في الأنف أما فيما يتعلق بالعين لا حرج على الصائم من استعمال قطرة العين أما فيما يتعلق بقطرة الأنف وقطرة الأذن وخصوصا قطرة الأنف لأن قطرة الأنف إذا كثرت أو لم يحتط منها الإنسان قد تكون سبيلا إلى الوصول إلى الحلق فالأولى اجتنابها لكن إن كانت قطرات بسيطة أو يستطيع الإنسان التحكم في عدم غصول هذه المادة إلى الحلق فلا حرج من ذلك ومن المسائل التي يكثر السؤال عنها مسألة القيء يعني إما أن يغلب الإنسان على القيء وإما أن يكون الإنسان يتقي أختيارا وهذه المسألة فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكفانا هذه المسألة وكفانا هذه المسألة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضرعه القيء فلا قضاء عليه أو فلا شيء عليه يعني من ضرعه أي من غلبه القيء بمعنى الإنسان يتقي إضطرارا ليس اختيارا أما الذي هو يتقي اختيارا أي يطلب القيء فهذا هو الذي يفطر ليس معنى ذلك أنه يكون سبيلا للأكل والشرب لكن يفسد صومه وعليه قضاء هذا اليوم لكن الذي يتقي وهو مغلوب على أمره وهو مضطر إلى ذلك من غير اختيار ومن غير القيام بأي سبب من الأسباب فهذا لا قضاء عليه وما عليه إلا أن يتم صومه ولا حرج في ذلك من المسائل التي قد يقع فيها كثير من الناس مسألة الأكل أو الشرب ناسيا عادك اكتر السؤال عنه الإنسان كما قيل ما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى وما سمي القلب إلا لأنه يتقلب فالإنسان من طبيعته النسيان والله عز وجل الذي له الكمال المطلق نزه نفسه المقدسة عن النسيان فقال وما كان ربك نسيا والنسيان هو عنوان الضعف بخلاف إن عدم النسيان هو كمال ولما كان الإنسان قاصرا وضعيفا وليس من أوصافه الكمال فإنه ينسى فقد فقد ينتهك حرمة الصيام لكنه نسيان أو خطأ فلا حرج في ذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه أو فلا شيء عليه فإنما أطعمه الله وسقاه إن هذا رحمة من الله عز وجل بهذا العبد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه وأن يطعمه وأن يسقيه فأكل أو شرب ناسيا فهذا لا قضى عليه ولا كفارة عليه ولا فدية عليه ولا شيء عليه ولا لوم عليه ولا ينبغي له أن يتحرج أو أن يصيبه وسواس أو قنوط أو تفكير في هذا الأمر كثيرا فإن الله عز وجل قال سبحانه ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمة في الخطأ والنسيان وما استكره عليه بمعنى لو فعل الإنسان أي شيء من المخالفات الشرعية ولا شك الأكل والشرب في أيام رمضان كما مضى هو انتهاك لحرمة الصيام لكن هذا الانتهاك إذا وقع على جهة النسيان أو وقع على جهة الخطأ أو ولو وقع على جهة الإكراه كذلك هذه ثلاث صور فلا حرج على الإنسان فإن الإنسان لا يلام على الشيء المحرم إذا فعله إلا إذا فعله اختيارا إذا فعله وهو مستحضر لحرمة هذا الفيان لكن لو فعله على جهة النسيان أو على جهة الخطأ أو على جهة الإكراه فلا حرج فإن الله عز وجل قد عفى وتجاوز عن مثل هذه الأفعال لكل العباد أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه إيمانا واحتسابا هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين